موسيقى صباحكم الله بكل خير مشاهدين ومستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج الصباح رباح أقدمها أنا مع زميلتي نيلة صباح الخير يا نيلة صباح النور يا حنان اليوم إن شاء الله في موضوعنا لازم نتكلم عن موضوع إننا عادة لما نقوم الصبح نشوف إنه أجمل ما يحيط بنا هو دفء العائلة وأيضا حب الأسرة اخترنا لكم اليوم مقولة لماركتوين العائلة هي حيث تبدأ حياتنا وحيث تجد الحب دون قيد أو شر الأسرة ليست فقط مجموعة من الأفراد الذين يعيشون تحت سقف واحد بل هي عالم من الحب والدعم والذكريات التي تصنع كل يوم نعم يا حنان ومشاهديننا الأسرة هي الملاذ الآمن اللي نشوفيه الحب والسكينة وهي الأساس اللي نبني عليه أحلامنا وطموحاتنا وهي ليسك مجرد رابطة الدم بل هي رابطة قلبية تملأها المحبة والتفاهم وفي هالصبح الجميل نقدم لكم عن أو بنتكلم بعد عن أهمية الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة للحفاظ على وحدة وتماسك العائلة في ظل التحديات اليومية وحنان بما أن الأسرة بعد هي رابط كبير بينها وبين عيالها فها دور كبير في تشجيع وتهيئة عيالهم من الحين للعودة للمدارس يمكن نحن حين كأمهات قاعدين نهيئ عيالنا بما أن نقول اليوم الثلاثة باقي أيام غليلة ويبتدون عام دراسي جديد يعني كلمات تشجيعية كلمات تحفيزية وخصوصا نعدل نومهم حنان نحن نقول دايما أن الأمهات في هلوة بتحديدا يكون أكثر شيء يعني مضغوطين وحاصين أن اللود كله عليهم والحمل عشان تيحنا دايما نتكلم عن تماسك الأسرة كل شخص في الأسرة لدور فهي فترة وبتعدي وهني يطلع فعلا يعني دور الأسرة أنها تدعم وتشجع عيالها وتبيلهم أن هذه فترة بالعكس تعطيهم عبارات التشجيع والتعزيز مشاهدينا ومستمعين راح نتكلم اليوم عن عدد من الفقرات والفعاليات المختلفة لكن البداية مع أبرز العناوين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تطلق حملة الأسرة ثروة وطن وذلك بالتزامن مع العودة للمدارس انطلاق جائزة ريادة الأعمال للابتكار والتمييز للشركات الناشئة بجامعة قطر أيضا من ضمن فقراتنا اليوم ومن أخبار حول العالم نتابع معاكم الحشرات تهدد سفينة النصر البريطاني في ترافلقار الشعلة البرلمبية تصل إلى فرنسا عبر نفق المانش طرحنا عليكم مشاهدينا وستمعين الكرام سؤال عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف توازن ما بين الاحتياجات الأساسية المدرسية وبين رغبات الأبناء إن شاء الله بنتعرف على التفاعلات من خلال الحلقة لكن ننتقل الآن مباشرة إلى مركز وفاق حيث تم طلق اليوم الحملة التوعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان الأسرة ثروة وطن والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وبهذا الخصوص ننتقل مباشرة إلى مركز وفاق مع الزميلة حنان بلان صباح جلا بالخير يا حنان صباح كم الله بن نور مشاهدين ومستمعين قناة ريان وأكيد صباح للزميلات المتواجدين معكم في استيديو صباح رباح لكن طبعا اليوم أنا متواجدين معكم في مركز وفاق حيث تنطلق اليوم حملة الأسرة ثروة وطن والتي تهدف لتعزيز التماسك الأسري طبعا مشاهدين التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وأن هذه الحملة رح تعطينيها ضيفتي الأستاذة ضبيا المقبالي مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يعطيت شرف عافية أستاذة ضبيا في البداية لو تعطيني فكرة عامة عن هذه الحملة والهدف منها أيضا طبعا سعيدني متواجدكم معانة اليوم إن شاء الله رح تنطلق الحملة التوعوية الخاصة بالسنة الدورية للأسرة والتي رح تكون تحت شعار الأسرة ثروة وطن الحملة هي تجيب تزاون مع الاحتفال بالسنة الدورية للأسرة الثلاثين إن شاء الله رح تكون هذه الحملة فيها معانة شركاء تنظمها الوزارة بتعاون مع مركز الشرطة العقلية وفاق ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية بهدف إنه إحنا إن شاء الله على العدد من القيم اللي على أساس اللي على خلينا نقول في رأسها الهرم منها قيمة التماسك الأسري وقيمة التراحم طيب لو نتكلم أكثر عن المسمى هو أنا مثل معرفت إنه أول مرة تبتدون في هذه الحملة وإن شاء الله المرات الجاية تكون أكثر وأكثر حملة هالسنة أو المرة الأولى اللي هي الأسرة ثروة وطن لو نتكلم عنها أكثر طبعا إحنا بالنسبة لنا الاستراتيجية الوطنية للدولة 2030 من أساسيات تعزيز التماسك الأسري في عبرات واضحة توجه الأنظار للتماسك الأسري كذلك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من ضمن رؤيتها أنه هي خلينا نقول يعني الرؤية بالنسبة لنا فيها أسرة قوية ومتماسكة بالنسبة لنا هالشيين هم اللي خلوا يطلع الشعار الأسرة ثروة وطن لأهمية الأسرة ودورها سواء في تعزيز التماسك الأسري أو في تعزيز القيام طيب الحلسة الضابية إحنا إن شاء الله ما بقى شيء على المدارس فدور المدرسة أكيد مهم ويد فيه من ناحية الأسرة لأنه معظم الوقت اللي يقعد فيه الطالب أكثر أو نص اليوم يروح على المدرسة شنو دور المدرسة من هون ناحية؟ لها سبب إحنا الحملة شركائنا فيها وزارة التربية والتعليم وإحنا نشكرهم على هذا التعاون معنا لأنه من أهداف الحملة إنه إحنا نوجد نموذج متكامل لتكامل الأدوار بين المدرسة وبين الأسرة في مفاهيم عديدة منها التماسك الأسري منها تعزيز القيام وخاصة إحنا حاليا نشتغل على قيمة التراحم بالإضافة إن بيئة المدرسة بالنسبة لنا بيئة مكملة تعطي تصحيح لعديد من المفاهيم اللي إحنا نشتغل عليها يعني بيصير فيه مفهوم إيجابي من خلال هذه الحملة عن طريق المدارس وعن طريق شركائنا لمفهوم الأسرة الإيجابية غير إنه إحنا طبعا هدفنا مثل ما قلنا إنه إحنا من هالحملة نبرز مع وزارة التروية والتعليم أهمية الأسرة أهمية التماسك الأسري أهمية تعزيز القيام بجميع القيم المتنوعة طيب الجلسات اللي راح تصير اليوم الفعاليات مثل ما عرفنا بعد إن كنتوا في الحزم فأخذيتوا نفس الجولة أو كان فيه فعالية ثانية هناك لو نتكلم عنها شوفي إحنا بالنسبة لنا انطلاقة الحملة كانت بالأمس من خلال البيان الصحفي اليوم طبعا دشنا الفيلم الخاص بالحملة وهو فيلم يتعلق به يعني هو أطلقنا بالتزامن وهذا هدفنا مع العودة للمدارس لإبراز أهمية دور الأسرة في إشراك أبنائنا معهم بدءا من العودة للمدارس وبدءا من الانطلاقة حق العام الدراسي الجديد لهذا السبب إحنا الحملة بالنسبة لنا الشركاء فيها لهم دور فاعل في تفعيل كثير من المفاهيم اللي إحنا حاليا شغالين عليها اليوم طبعا رح يكون هو لقاء تعريفي لعدد من المدارس مشكورين وزارة التربية والتعليم أنهما دعونا عدد من المدارس لشرح إيش فكرتنا من الحملة وشلون رح إحنا نبتدي نطبقها معهم في قلال المدارس طيب الختفة من السؤال الضيبية شو ما تحبين تواجهين رسالة سوى أنقاد المدارس للأهالي بشكل عام من خلال موضوعنا اليوم طبعا أول رسالة أوجهها شكر للشركاء مركز الشرطة العائلية وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية فيما يتعلق بالأهالي أتمنى لفعلا الكل يبتدي يتابع أنشطة الحملة ويبتدي يشوف الأشطة التي تقام في المدارس لأنها رح يكون للأسرة طبعا بحكم الله رح نحطينا معايير لهذه الحملة في أشياء رح تنافذ من خلال مدرسة مع الأسرة فنتمنى أن يكون فيه تقاطف من الجميع لهذه الحملة شكرا لك حنان وكل الشكر لضيفتك لأستاذة ضابية المقبالي بالفعل مشاهديننا وحنان يعني نقول هذه الحملة يمكن توعي أيضا أولياء الأمور وبالفعل الأسرة نقول هي ثروة وهي الوطن والحلو أن مشاركة العديد من المؤسسات والوزارات نعم مثل يعني ماذكرة ويعني حتى عنوان الحملة حلو يعني الأسرة ثروة وطن أكيد مثل ما ذكرنا في البداية أن هاي الوقت والوقت المناسب أصلا لدعم أيضا عيالنا وبناتنا وقت العودة للمدرسة لكن احنا أكيد مشاهدين ومستمعينا مكملين معاكم لكن أول شي خلونا نروح نشوف أخبار الجونيلي شو الجو؟ في مطار مني منك شيء لا ما عندنا اليوم أعطيب لكويت من يومين يهم مطار إن شاء الله الله يرزقنا إن شاء الله بالمطار مشاهديننا اليوم جونا قبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة كونس حب أحيانا خلونا نشوف معاكم لقطات جمالية وصباحية من جزيرة اللؤلؤة وبعدنا نتعرف على حالة الطاقس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحين رح أخذكم في جولة لأحوال الطاقس المتوقعة لليوم على بعض المدن الاكترية نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ونبدأها بالحالة العامة للطاقس بشكل عام لا يوجد تحذير بالنسبة للطاقس وبار عالق إلى ضباب خفيف رطب وحار مع فرصة السحب أحيانا الرياح جنوبية قربية من 5 إلى 15 عقدة حالة البحر من 1 إلى 2 قدم ومشاهدين نبدأ بمدينة الدوحة ودرجات الحرارة تتراوح بين 32 و41 درجة مئوية أما نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و80 بالمئة الرياح جنوبية تصل إلى 4 عقد وننتقل إلى أبو سمرى ودرجات الحرارة تتراوح بين 30 و41 درجة مئوية أما نسبة الرطوبة تتراوح بين 30 إلى 80 بالمئة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تصل إلى 4 عقد وفي مدينة الريان درجات الحرارة تتراوح بين 32 إلى 41 درجة مئوية أما نسبة الرطوبة تتراوح بين 30 و80 بالمئة الرياح جنوبية غربية تصل إلى 5 عقد وإلى مدينة مسعيد ودرجات الحرارة تتراوح بين 32 و41 درجة مئوية أما نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و80 بالمئة الرياح قربية إلى شمالية قربية تصل إلى 3 عقد وفي مدينة الخور درجات الحرارة تتراوح بين 32 و41 درجة مئوية أما نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و80 بالمئة الرياح جنوبية قربية تصل إلى 6 عقد ونختم النشرة الجوية مع مدينة تخان ودرجات الحرارة تتراوح بين 30 إلى 41 درجة مئوية أما نسبة الرطوبة تتراوح بين 30 و 80 بالمئة الرياح جنوبية قربية تصل إلى 5 عقد وبالنسبة للرواد البحر لا يوجد هناك أي تحذير هذا والعلم عند الله كانت هذه نشرتنا الجوية لليوم وترككم الحين مع درجات الحرارة المتوقعة لدول الخليج لليوم ومن بعد ما شاهدنا معاكم أخبار الجو والروح أخذكم آنا إلى جولة مع الصحافة المحلية صادر اليوم وأبرز الأخبار نبدأ جولتنا مع جريدة الشرق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدة يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته البلاد من جانب آخر منح سمو أمير البلاد المفدة سعادة السيد خسي بن زاكم بيريا سفير جمهورية بيرو وسام الوجبة تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين فخامة الرئيس الإيراني خلال استقباله معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يثمن جهود قطر لوقف الحرب على غزة قطر تدين دعوة وزير إسرائيلي إلى إقامة كنيس بالأقصى قطر تشارك في مؤتمر الشؤون الإسلامية بالقاهرة ننتقل الآن إلى جريدة الراية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تحدد تكلفة دروس التقوية في مراكز الخدمات التعليمية وزارة الداخلية تعقد الملتقى التعريفي الخامس لمبتعثيها من الطلبة للعام الجاري أشغال إنجاز أعمال السلامة المرورية حول 611 مدرسة استعدادا للعام الأكاديمي الجديد ثلاثة ملايين دولار لتوفير المعونة الإنسانية لغزة بموجب اتفاقية بين الأون روا وقطر الخيرية إلى جريدة الوطن الكشف عن تحسينات جديدة على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر قطر للطاقة تزود مؤسسة البترول الكويتية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يفتح باب التسجيل للكفاءات القطرية في برنامج الأمم المتحدة الخطوط الجوية القطرية تنجز صفقة الخطوط الرواندية في الربع الثالث من العام الجاري نختم جولتنا مع جريدة العرب صلتك تعزز التمكين الاقتصادي للشباب عبر مبادرة مليون فرصة دفعة جديدة ترتدي المعاطف البيضاء في وايل كورنيل طلبت جامعة قطر يشاركون في برنامج التدريب الدولي الذي أقيم في مستشفى ماتر أوليبيا في سردينيا بإيطاليا معرض ما اللول في نسخته الرابعة يستعرض ألعاب الفيديو في التسعينات يعطيتش العافية حنان تعرفنا مع مشاهديننا على أخبارنا المحلية اليوم ومشاهديننا بعد انتهاء موسم الإجازات نصائح لتهياء الطفلة للعودة إلى المدرسة نتعرف عليها أكيد بعد الفوصل خلكم ويولنا يا هلو يا مرحبا فيكم مشاهدين ومستمعين الكرام تستعد طواقم التعليمية والإدارية لعودة المدرسة وكذلك الطلاب وأولياء الأمور والذين بدأوا بإنجاز مرحلة العداد للعودة المدرسة بكل ما يتطلب بذلك نتكلم حنان ومشاهديننا عن العودة المدرس مع الأستاذة سميرة العمادي معلمة لقاء عربية بمدرسة الخوار الابتدائية للبنات واللي راح تعطينا احنا كأولياء أمور وأيضا حق طلابنا النصاح مع بداية العام الدراسي الجديد كل عام وانت بخير وعودة حميدا وانت بالصحة والسلامة حبيبتي في البداية يعني لو تقوليننا كلمة مناسبة بقرب العودة نقول لطلابنا للمدارس لنحنا كأولياء أمور وأيضا نقول حق الطلاب احنا مبدئيا طبعا احنا أولا أول شيء أصبح عليكم وسعيجة جدا وجودي معاكم وفعلا أحس أني في وسط أسرتي تعوت عليكم وأحب دايما وأنتظر فعلا أن ألتقي فيكم حلو أن تقلتي أسرتي لأن اليوم تكلمنا عن دور الأسرة علاقة حلوة بيننا وبينكم وأحس بأريحية لما أدخل الستوديو أحس كأنه بيتي حبيب تحيات طبعا بادي أنذي بيدي لابد أن أوجه كلمة وتهنئة لزملاء وزملاتي في مجال العمل بما أننا احنا بدأنا العام الدراسي الجديد فعودا مباركا حميدا لكم ولنا جميعا وأتمنى أنه يكون عام دراسي موفق وملئ بالإنجازات اللي إحنا ممكن نحققها مع بعض بإرادتنا إن شاء الله وبعزيمتنا وإقبالنا على العمل إن شاء الله نعرف إنه إحنا في يدنا غرسة جديدة كل عام نستلمها قطعة من السلصال نشكلها للمستقبل فنحن منسى نصنع المستقبل إحنا المعلم بيده أن يصنع ذلك فأدواتك وين يا المعلم تحليل الصوت هذه اللي لازم نسويه بداية كل عام يتضحكين أبلحنان كنت لك أبلحنان زميلتي الغالية طبعا من أجمل المراحل اللي قضيتها في حياتي صراحة مهنة التعليم صجنها مهنة شاقة لكن صراحة المدرس وايد يعني يستفيد حتى من الضلاط أكيد أكيد يعني هذا بداية اللي هو هي التحليل تحليل الصوت اللي نقوم به اللي هو نحدد نقاط القوة يعني أنا كمعلم أعمل تأمل داخلي في داخلي شنه النقاط القوة عندي شنه النقاط الضعف اللي أحتاجني أطورها شنه التحديات اللي موجودة حوليني وشنه الفرص اللي الإدارة قاعدت منحنيها إدارات تغيرت كل سنة الإدارات قاعدت تغير من التوجيهات الحكيمة لحكومتنا الرشيدة اللي هي مع التعليم قلبا وقالبا كل عام في فسالة الزيادة في يعني تسهيلات تسهيلات زيادة كثير يعني ندخل يعني أول يوم مدرسة إحنا كمعلمات ومعلمين ندخل مدارسنا المدخل كلها ورد يعني مديرات المدارس اجتهدوا أبدعوا فيها تدخلين الساحة المدرسية اللي هي ساحة الطابور تلقينها كأنها يعني قاعد احتفالات طهولات وكراسي واستعداد حلو لنا وتعليمات حلوة خفيفة لطيفة يعني يا الله يزها خير مديرتني يعني الأستاذة جميلة شمري هذا العام فعلا يعني استقبال حلو حلو فاجأتنا فيه فعلا وعطتنا دافع حلوة من بداية العام إنها هي بتكون معانا خطوة بخطوة في أي تحدي ممكن أننا يواجهنا إذا نفكر فيه أداء الطلبة العام الماضي إيش كان وليش نخفاض المستوى وكيف ممكن نطوره إحنا ما نقول إنه والله إحنا حققنا يعني إحنا يعني للأسف إنه مستوى طالباتنا لا بالعكس مستوى طالباتنا مرتفع جدا واستطعنا أن نحقي قيمة مضافة على مستوى المدرسة ورفعنا من أداء الطالبات لكن ما زال هناك ثغرات إحنا بمية في المية إذا دخلت مكان حابة إنتي في بيتك لما تدخلين بيتك حابة إنه يكون مية في المية ولا غلطة مثل ما إحنا نقولها فنفس الشيء المدرسة فيها بعض هذه التحديات وهذه المشكلات اللي موجودة اللي هي بعض الطالبات عندنا غير الناطقات أنا كلغة عربية تنقصهم مهارات كثيرة فهذه من بداية العام يعني أنا في الإجازة إيش قادة أسوي أخذ دورة تدريبية في القاعدة النوراني على أساس أنه أنا تعينتي وتساعدني مع الطالبات ليش أروح أستعين ببرع؟ ليش ما أنا أطور أدائي في هالنقطة هذه؟ وأنا أحاول أغذي الحصة بمهارات القاعدة النورانية لتساعد الطالب على القراءة والكتابة حلو وبعد أن إحنا حاليا يعني معتمدين أيضا بالكثير أن ننأسس عياننا بالقاعدة النورانية أيضا أستاذة سمير إحنا طرحنا السؤال عبر طبعا التواصل الاجتماعي لمشاهديننا دينا خلنا نشوف معام كيف توازم ما بين الاحتياجات الأساسية المدرسية ورغبات الأبناء خلونا نشوف أول مشاركة يقول فيها تبدأ بما نحتاج ومن ثم بما نرقب حسب ميزانية محددة حلو حنان حلو نحط ميزانية وركز على الاحتياجات بس بدون ما تودين عيالك معك المكتبة مشاركة أيضا كل أسبوعين أو ثلاث يغيب يوم لتفادي كراهية المدرسة والعودة من جديد لتجديد النشاط وتلبية احتياجات أنا مم معا يغيب بس يوم بس يوم لا أكيد يعني الغياب لا مبحل أبدا أكيد والمشاركة الأخيرة أكتب الأشياء المدرسية اللي يحتاجها ضروريا أشتريها لأني أحتاجها للمدرسة أما الرقبات مبشرطة أشتريها يمكن أستاذة سميرة أنا كولية أمر وأنتي كمدرسة عارفين إني يعني حلو الواحد يوازن بالنشن اللي يشتري شن اللي يحتاجها وهو يعرف أو حتى ينطر المتطلبات اللي مطلوبة مننا بس أنا نسمى قلت حكيها الشرط أن ما نودعي لنا معنا المكتبة لأن اليوم الرغبات سميرة صارت مفتوحة يعني كل ما يبي شيء يشوفها الثاني يبي نفس الشيء كيف نقدر نوازن يعني وشنو دور المدرسة أو دور المعلم هذه هي الإشكالية يعني أمس يعني البارحة توني أنا رايحة السوق أخذ لي أغراض شوي حق الاستقبال الطلبة لليوم الأول والاحتفال فيهم وكذا لقيت أولياء الأمور والأطفال والأبو ماسكها القاري ويمشي فقير أبي هاي وأوليها كله أبي هاي وأبي هاي وهو ما يرفض لهم أي طلب طيب فيه أشياء ما ينفع عنها تدخل الغرفة الصفية مثل طول الحصة البنت تلقينها ماسكها المقلمة هي مو عشان شرح المدرسة ما عاجبها مثلا أو ما جاذبها لا هي فرحانة بالمقلمة اليدية طوش خفيها بألوان يعني أنت ثالثة ابتدائي جايبت لي كل الألوان يعني قلم أزرق أحمر أصفر أخضر بنفسي إيش بتسوين في هذا كله الهاي لايت أنت ثالثة ابتدائي إيش هاي لايتها اللي جايبتها معاك والمزيل المزيل إحنا ممنوع نستعملها جاي أنت جايب المزيل معاك ليش مثل هالأشياء وخرخشتها تقعد تفتحها وبقراطيس وكذا وانت اللي حين باديتها من تشرحين درسة شو مبسوطة وشذي ومستعدة تبدأ هالخرخشة هذه البنات يلتفتون طيب فقدتي أنت اللحظات الأولى بدخول الطالبات عليك بصوتها هذه مش بتسوي فيها يوم حبيبتي حطي في الشنطة تسلي فيه في البيت شنو مفروض الأباء يساوون شنو مفروض الأباء لما يكونوا نعودوا أبنؤهم على شي معين يعني نقدر نقول لهم يلا نتوقف عنده هذا القدر ونبدأ نعيد حساباتنا صح بعض الأراء حلوة حبيتها أنه نعمل تشيك لست نحط فيه الأشياء الأساسية الضرورية طيب مثل هذه الألوان وهالأشياء هذه اتيك كمحفزات بعد ذلك للطالب عشان ما أضطر أني أغيبة على أساس أنه هو يتجدد نشاطة ويحب لا أنا مثل هاي سلة الهدايا هذي أخبيها والأشياء الحلوة هذي صح؟ والله بكرة إيش رايك أتودي معاك هذه بكرة يعني هالقلم اللي بهاللون هالمحايا اللي تشدي شكلها وما نتكلف طبعا الأشياء البسيطة اللي هما بداية العام اللي يجمعونها في سلة المشتريات هذه أنا أخبيها وبين الوقت والثاني أطلعها لهم يكون كحافز لهم لذهاب للمدرسة أو كتشجيع لهم يا بالدرجة زينة يا بتكريم من معلم شيء بعد أعطي على أساس تعرفين شلون ساعة سميرة أحس نيلا أحس أن مثلا أولياء الأمور يبون يعني يسوون كل شيء عشان يشجعون عيالهم من يروح المدرسة يعني ما علي خل ياخذ خل ياخذ عشان لا يحس أنه هو ما يبي يروح فاليوم في تحديدي ترى على الكل أن اليوم الدافعية الطلاب ناحية التعليم قلت بالضبط هاي اللي بقولها فشنو ممكن نسوي أكثر يعني هذا مش حل أن كنت تعطيهم الأشياء المادية هاي الحل لكن بقدر هادي تحارفين لو كنتي عايشة داخلي البارحة وانا أشوفهم قاعدين مع الترولي ويحطون الأدوات والأغراض كاد أقول يجهزونهم ماديا يجهزوهم معنويا إيش حضرت في داخل طفلك إيش قلت لا أنه المستقبل أمامك إيش قلت لا أنا أبيك تكون مهندس أبيك معلم أبيك طيار أبيك محامي أبيك أبيك كذا إيش الأهداف اللي حطيتها لا أني لازم تحققها نهاية العام للأسف يعني عيالنا عودناهم كلنا أنا وأنتو عودناهم على الكماليات أول شيء لكن ضروريات بتي بعدين أثناء العام الدراسي يمكن ساميرا من أمس قاعدة تناقش مع عيالي قاعدة أقول لهم أنتو شنو خاطركم تساوون في هالسنة عندي ولدي اللي كبير يقول أنا هم شي أتعلم يما وبعدين أنا أبي أي بدرجات عشان الأبلا تستانس مني يمكن هالكلمة شجعتني قلت له بعد أخوك اللي صغير شنو تقول له لأن عندي ولدي الثاني بروح أول ابتداي وأول سنة فتعرفين الخوف قلت له لا تخاف وهالسنة بتكون سنة حلوة عليك وانت كبرت يعني أنت اللي راح تشجع زملائك حلوة الكلمة التشجيعية أنا يمكن حين يعني ساميرا قاعدة أحس شوي توتر بس بعد أقول حقا ولياء الأمور يعني شوي خفوا من التوتر عشان عيالكم ما يتوترون زيادة لازم ما تعكسونا عليهم بالضب وإحنا بعد المدرسة يعني ما شاء الله ما تقسرون مستعدين ومجهزين يعني صجد الإدارة يجهزون لنا إحنا وإحنا مع الإدارة نحضر للطلبة يعني اليوم المفروض في الاسكاج والأجندة الأسبوع اليوم المفروض في المدرسة كذلك نحضر البيئة الصفية أصفوفنا الثيم الألوان الطاولات الشرم بتكون الكتب لما بيتخلوط طالبات بيحصلون كتبهم مغلفة مع وجبة خفيفة موجودة على الطاولة نفسة أنا كمعلمة مثلا إيش اللي جهست طبعا جهست دفاتر حق طالباتي كل سنة أتفنن طريقة التغليف يعني السنة هذه استوحيت استوحيت مثلا الغلاف من غلاف الكتاب نفسها حيث أن البنت أول ما تأخذ الله تأخذ الكراسة وتلقى خلصها هو تبعها يعني هذا الكتاب المدرسي هو نفسه صار هاي الكراسة وعلى أساس ما تضيع بين الدفاتر الثانية أيضا استقبال الطالبات مثلا قيمة أحطها لهم أختار الشخصية اللي هم يحبونها هذه الأيام وأحطها لهم قطعة شركة اللي تصغيرة ما تقول شيء ما تأثر إن شاء الله ما تأثر يا جماعة ما تأثر بس أول يوم بس أول يوم بس أول يوم والله هوا دارسات ما يقسرون طول السنة صح والله يعطين الصحة والعافية حتى ترى غراش الحليب الصغيرة نحطها لهم قطعة الكروة نحطها لهم الله يوميكم يعني أنا أدري إن مش كل طفل جاي من البيت متريق أكيد فلين إياه وقت الفسحة يأخذ وقت فإحنا نعطيهم شيء شديد حفظ بسيط إن نعطيهم إياه يعني ونعتبرتكم اليوم طالباتي أبلو نيلة دفترة يا سلام أنت رجعتين إلى يوم الله حنان شكرا شكرا سميرة نصايح أخيرة تقدمينها لنا شكرا يا سلام رجعتين إلى يوم من درسات حفظ يا حصنت اليوم طالباتي شكرا شكرا يمكن أنا من محبين اللقاء العربية بالأمانة سميرة يعني أنا حنان كنت ويدا أحب اللقاء العربية أتعمق في اللقاء العربية سميرة نصيحة تقدمينها مو بس حق نقول للمشاهدين حقي أنا كولية أمر بعد عشان قرب نقول دخول عياننا المدرس بقينهم كم يوم طيب خليني أسرق واحدة من تحديات المدرسة عندنا اللي هو ضعف اتصال ولي الأمر بالمدرسة متى يبدأ ولي الأمر يتصل في المدرسة لما يشوف الدرجات انزلت وين وليش الدرجة نازلة وانا إيش سأل وينكم من بداية السنة وإحنا نحرق التليفونات من بداية السنة نتواصل معهم يعني أنا من بداية السنة سأقربات أولياء أمور أمهات طالباتي من بداية العام وأرسل لهم مثلا عندنا عندنا حفظ قصيدات كذا بنتي اليوم غايبة رح نخذيني كذا أصور لها جزء في التليفون مع أنه يعني فيه محاذير من هالنقطة هذه وما أنصح حد أن يساويها لكن بحكم خبرتي الحين كملت 27 سنة اللي في التدريس ما شاء الله في هالفترة هذه يعني تأهلني أن أنا ممكن أتخطأ أي عقبة ممكن تيني أو أي إشكالية تيني في التواصل مع أولياء الأمور فأولياء الأمور رجاء أن تواصلوا مع المدرسة يعني أنا ممكن أقول لها بنتك والله ونعمة تربية ومشاء الله وأشكرت على الهدية اللي أهدتيني إياها في المدرسة بنتك هذه يعني ممكن تسمعين كلمة حلوة تدفعش أنك تكملين فتواصلوا معنا كلمة مهمة مهمة أنا حين مثلا بنتي يعني عيالها الحين بعد مدرسة فقعدت جهزهم هالأيام هذه خلاص جهزت ملابسهم كذا فقعدت هيئهم الحين حق تحقيق أهدافهم قعدت هيئهم أنتو ش بتسوون إيش الدرجة اللي بتيبونها المادة اللي هي ضعيفة فيها قعدت تتكلم معاهم شلون بتكون شلون بتمشي معاهم طول العام شلون الدراسة بتكون رتبوا معاهم من النوم الصبح يعني للمتة للمتة السهر والمواصلين والكلام يعني ابتوا معاهم من الحين من اليوم نقول عندك فرصة أوكي إحنا تعبانين راجعين من الدوام بس ما عليش استحملي هالأسبوع لاتنا من العصر قاعد معي لسوي لهم برامج بحيث أن ييف الليل خلاص يدوخون ينامون على طول شكرا لك يعطيك العافية لأستاذة سميرة العمادي مدرسة لقاء عربي في منسة الخور الابتدائية للبنات ونتمنى لكم إن شاء الله عام دراسة حافل بالإنجازات إن شاء الله شكرا لك شكرا سميرة وشكرا للهدية الحلوة صراحة والإسم صحيح والخط تبارك الرحمن أهم شيء المستوى السادس صف سادس الله يجبر بخاطرة مشاهدين ومستمعين انتقل الآن إلى وزارة تربية والتعليم والتعليم العالي حيث ينطلق اليوم اللقاء السنوي تفاصيل مع زميلنا مشعل حسن صباح الخير يا مشعل أولا أصبح على زميلات بالستوديو أصبح عليكم مشاهدين الكرام اليوم أنا موجود معكم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتحديث في المبنى رقم اثنين حيث يقام اليوم اللقاء التربوي السنوي والحديث أكثر حول هذا اللقاء يسعدنا يكون معاي مدير مركز التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالمي السيدة إيمان المهندي نصبح عليك بالخير صباح كالله بالنور صباح النور على جميع مشاهديننا خلف الشاشة طبعا اللقاء التربوي السنوي هو لقاء سنة وزارة التربية والتعليم منذ العام الماضي وهذا اللقاء الثاني لنا يهدف اللقاء للاجتماع بمنتسبي الميدان التربوي وبدء العام الأكاديمي بداية رسمية معهم من خلال جلسات حوارية وورش تدريبية تعطينا فكرة بعد عن أجندة هذا اللقاء طبعا اللقاء التربية سيبدأ بعد قليل بإذن الله سيبدأ بكلمة من سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دكتور إبراهيم النعيمي وكذلك راح تكون هناك جلسة حوارية مع محاضر من خارج قطر بالإضافة إلى تكريم لمنتسبي برنامج قيادات اللي نفذنا العام الماضي بالتعاون مع مركز قطر للقيادات وجامعة هارفورد وختام اليوم راح يكون ورشتين الورش الأولى راح تكون لقادة المدارس متزامنا مع ورشة أخرى راح تكون للمعلمين الجدد اللي راح ينضمون للميدان التربوي بإذن الله شنو الأهم الأشياء اللي راح يتطرق لها هذا اللقاء طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي راح تكون هناك جلسات حوارية راح تتطرق للعلاقة الإيجابية وقوة تأثير هذه العلاقة داخل منظومة التعليم فهي راح تمسى القادة والمعلمين وكذلك الطلبة إضافة للجلسات التدريبية الجلسات التدريبية للقادة راح يكون محورها مختلف عنها للمعلمين الجلسة الخاصة بالمعلمين راح يكون الهدف منها تشتيع المعلمين ودعمهم لتهيئتهم للانتصاب للميدان التربوي بإذن الله صار حق عشوف حضور كبير فودنا نعرف أهم الشخصيات المدعوة لهذا اللقاء طبعا أهم الشخصيات وأبرز الشخصيات اللي نحرص نهي تكون موجودة هم قادة المدارس والمعلمين لكن بيكون في قادة الوزارة كذلك وعندنا مركز قطل القيادات من أهم الضيوف اللي موجودين اليوم احنا موجودين في مثل ما ذكرت أخوي مشعل في مسرح وزارة التربية والتعليم مبنى رقم اثنين وكذلك عبر بث مباشر لايف ستريم رح يكون لجميع الأشخاص خلف الشاشات كلمة أخيرة توجهينها عبر شاشة قناة غيام طبعا أول شيء شكرا لكم وكل عام وأنتوا بخير لجميع منتسبي الميدان التربوي بداية موفقة للجميع بإذن الله يعطيك الصحة والعافية وما قصرت أستاذ إيمان ونعم أستاذ المشاهدين هذا اللي عندي منهني من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وحاليا نتوجه بالصوت الصورة إلى زميلاتي فلسطينية كل شكر لك زميلنا مشعل وشكر موصول أيضا لضيفتك الكريمة وكل التوفيق لهذا اللقاء سنوي في بداية العام آمين إن شاء الله يا حنان ومشاهدين ما زلنا في التعليم وإلى جامعة قطر وفي إطار حرصها على تشجيع ودعم العقول المبتكرة أطلقت الجامعة جائزة جامعة قطر للإبتكار خلونا نتابع التفاصيل في التقرير التالي في إطار سعيها الدائم لتعزيز ودعم العقول المبتكرة أطلقت جامعة قطر جائزة جامعة قطر للإبتكار التي تحتفي بمختلف الاختراعات المنبثقة عن الجامعة ولها تأثير كبير في الارتقاء بالمجتمع والصناعة وكذلك تشجيع تطوير الأفكار البحثية والوصول بتلك الاختراعات لمرحلة التسويل وتشمل الجائزة فئتين الأولى أعضاء هيئة التدريس والباحثون والموظفون العاملون بدوام كامل في جامعة قطر والثانية الطلب بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا المسجلون في جامعة قطر ويجري تقييم الطلبات استنادا إلى مجموعة من المعايير منها حصول المنتج المبتكر على براءة اختراع المسجلة لجامعة قطر ومرحلة تطوير المنتج أو إنتاج النموذج الأولي وفرص تسويق المنتج المبتكر ومدى التواصل والتأثير على المجتمع والصناعة وشركاء المصلحة الآخرين ووضعت الجامعة جوائز مالية لكل فئة ففي الفئة الأولى تكون مبلغا نقديا قيمته 30 ألف ريال وإمكانية تمويل يصل إلى 100 ألف ريال كحد أقصى وخصص لتطوير المنتج المبتكر وتأسيس الشركة الناشئة وفي الفئة الثانية تتكون الجائزة من مبلغا نقدي قيمته 20 ألف ريال وإمكانية تمويل يصل إلى 100 ألف ريال كحد أقصى وخصص لتطوير المنتج المبتكر وتأسيس الشركة شاهدين ومستمعيننا خبارنا نوعا من حول العالم نتابعها معاكم ولكن من بعد الباز يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدين ومستمعين الكرام ضيفتنا اليوم حولت مشروعها من فكرة صغيرة لمنتج أكبر الهدف من تعليمي وتربوي لكن للطفل تحديدا وأسرته وذلك لإشغالها باللعب والتعلم في نفس الوقت نتعرف أكثر معاها عن مشروعها معانا من زاوية الستيديو السيدة دانا تمامي مبتكر ألعاب للطفل ومع زميلتنا نيلة يا مرحبا هلا فيت حنان هلا فيكم مشاهدين نيا هلا فيت دانا معانا اليوم في استيديو الصباح رباح قاعدين نشوف مع المشاهدين ألعاب حلوة يمكن أكيد هم مشاهدين قاعدين يطلعونها وبنتعرف أكيد عنها لكن في البداية وتعرفين عن يعني شلون بديتي وشغفت أن تتطورين هذه الألعاب شغف بدأ عندي يمكن من تخصصي اللي تخصصت في الجامعة أنا تخصص تربية طفولة مبكرة حلو فتقريبا يعني كان من ضمن الأصاليب اللي تعلمناها في تعليم الطفل اللي هي التعلم باللعب زائد اللي هو منهج من تسوري فأنا وائد اهتميت فيهم وحسيت أنهم يعني فوائدهم أكثر على الطفل فبديت أني أنا أبحث عنهم أكثر بديت أقرأ عنهم أكثر ولما الله رزقني ولدي عيسى يعني بديت أطبق عليه بشكل حي فلما شفت النتائج مبهرت فهالشي اللي خلاني يعني أول شي أنا كنت أطلب للألعاب من برع فكان في صعوبة فيني أنا ألاقي يعني ألعاب بسهولة بأسعار زينة الشحن كان يكلف صراحة فكت أقول يعني السوق الكتري شوي كان يفتقر حق هالنوع من الألعاب بهالجودة يعني بهالفوائد فكت أقول ليش ما أنا مثلا أبدأ أسوي هالشي والحمد لله رب العالمين يعني الله فتح عليه أن أنا قدرت أني فعلا أوفر هالشي في السوق الكتري الحمد لله دولنا عارفيني وعارف المشاهدين على هالألعاب اللي موجودة ويانا اليوم في الاستيديو إحنا عندنا ألعاب تقريبا من عمر الولادة لأننا إحنا نؤمن أن الطفل حاجته للعب حاجة فطرية تنولد معه مثل ما هو محتاج يأكل محتاج يشرب محتاج ينام اللعب حاجة أساسية عنده حتى الألوان تجذب الطفل حتى الألوان صح يعني مثل ما تشوفين عندنا ألعاب من عمر الولادة هادئي يعني تقريبا سنة ونص أنه يفتح الأشكال ويشوف صور داخل طبعا هاللعبة إحنا نطورينها يعني إحنا ضيفين لها صور والصور كلها من أشياء موجودة من حياة الطفل في الطبيعة في الخضرة نشوف خضروات موجودة يعني المسلث والدائرة أشكال هندسية يتعرف على الأشكال والألوان وبعدين أسماء الأشياء اللي داخل ويتحلم يطابق وعندنا بعد هنا لعبة الأرقام طبعا الطفل يستخدم الأعواد عشان يتعلم مثلا إذا قلت لرقم واحد يحط في الرقم واحد يتعلم العدد والمعدود لأننا دايما نقدم رقم واحد حق الطفل بس ما يعرف إذا الرقم واحد يرمز حق شنو فهاللعبة تخلي يعرف عندنا طبعا لعبة القوس قزح طبعا هذه أفكار حق طريقة اللعب يعني ممكن الطفل يسوي أكثر من ستين شكل ما شو الله هذا بالقوس قزح بالألوان حتى تعرفين دانا يمكن يطلي فكرة أنه بعد حلول أنه أنت مثلا قلين لالون هو يطال عالج خصوصا نقول حق عمر توسنات فعلا إحنا حتى ممكن مثلا تستخدمينها مع الأقزام اللي هناك أنا بالضبط نسويها نفس الألوان فيطابق لتش القوس مع القزم والأقزام بعد لو ترفعينه من داخل ملونين نفس الألوان بحيث النطفل يتعلم مطابقة الألوان ويتعلم بعد تدرجات الألوان أزرق غامج أزرق فاتح أخضر غامج أخضر فاتح وعندنا هاي الطاقة مهني اللي هو حق اللعب التخيلي هاي الألعاب اللي دايما نقول يعني دانا وحنان يمكن هالألعاب اللي دايما نحن نحب نلعبها وكيد عيالنا بعد يحبون يلعبونها خبري نقول كنا نلعب بيت بيوت وأم وأبو فهالألعاب التخيليتها رشيء أساسي عند الطفل يعني وايدي صعدة أنه هو يعني ينمي خياله ويطوره وانتي تقديرين حتى كولية كمربي انتش انت توصلين لمفاهيم من خلال هاللعبة مثلا احترام الأدوار مثلا النظام المحافظة على المرافق العامة وعندنا هذي اللعبة طبعا هذي كانت أول لعبة احنا يعني نسويناها هاي نقول اللعبة المفضلة عند الاسبيان دانا حتى البنوت والله لأنه ترى يعني تشتغل على تقوية عضلات اليد وزائد أنه أنا لازم أعرف كل سكروب مع أي برغي حلو فيها تمييز فيها تحدي وتجبين أطفال يوم تجبين أغراض من إيكيا يجونت يا بوني صعدونت فغير لما تكون عندها أدوات الخاصة يعني نعم واللي جذبني بعد أنه هني دانا مسوي خريطة قطر وتكلميننا عنها هذه الخريطة صممناها خصيصا كان على فترة كاس العالم حلو بحيث أنها تشمل يعني أغلب المعالم الموجودة في قطر الفكرة منها أن هي بازل خشبي وفي نفس الوقت لوحة جميلة تنحط في الغرفة طبعا الطفل هو يلعب يسئلت يمه هاي شنو هاي شنو أنت بدون ما تمسكين جوالت نحن وايد نشجع أن الجوال ما يكون موجود وقت اللعب مع الطفل تخذين الكتاب وبتحصلين فيه معلومات كل شي موجود عن كل الأشياء اللي موجودة في الشريطة ملاعب حيوانات ما شاء الله نعم دانا لو بسألت أنت تبتكرين الألعاب من البداية يعني فكرة اللعبة نفسها نحن نصنعها برع الدوحة بس الأفكار يعني كلها مني أنا أشتغل عليها مع زميتي طبعا خريطة قطر اللخوية هاللعبة يعني كلها تقريبا من تصميم العالم قطر ليش اخترتي الخشب تحديدا؟ الخشب لأن الطفل لما يلعب فيه يعني الإلعاب الخشبية ما تحتاج بطاريات صح وتشتغل بوقود خيال الطفل فأزائد أن الملمس الخشبي يبعث مثل يعني راحة نفسية حق الطفل لأن شفتي شما تودين الحديقة بيكون مستانس الجو حلو لأنه قاعد يتفاعل مع الطبيعة فيوم أنت تعطينا شي ملمسه خشبي يمسكه هالشي وايد يعني يهدي الطفل ترى زائد أنه هو ما يجمع بكتيريا نفس الألعاب البلاستيك ترى تجمع كمية بكتيريا مرعبة لكن الألعاب الخشب ما تجمع لتش بكتيريا وإحنا حريصين حتى الألوان اللي نستخدمها حاصلين عليها على شهادات أنه هي آمنة 100% على الطفل ما فيها أي مواد لو يحطها في حلجة هي جدا آمنة عليه نعم يمكن يعني بما أن أنت أم دانا شفتي تفاعل عيالك من خلال هذه الألعاب اللي موجودة هي ما شاء الله كانت البداية أنا قدتش لما يبت ولدي عيسى بديت مع كل مرحلة كنت أقرأ أنه شلون ممكن ألعب معاه في هالمرحلة يعني مثلا من صفر إلى ستة شهور لعبتي واحدة لما شفت التفاعل كملت كملت وتبارك الرحمن يعني والله أنا أتمنى أن الأهل ما يستهيلون في هالشيء ترى هي حاجة أساسية عند الطفل لازم نلعب معاه لازم ما تتخيلون الكثير يعني يطور وينمي من مهارات يعني أنا قبل كنت مدرسة فكانوا يجوننا يعني أهل والله وولدي ما يكتب ما يكتب لأنه أنت ما اشتغلت عليه قبل أنك أنت تقوي عنده عضلات يده ما يتكلم ما يتكلم لأنك أنت ما لقعت معه لأنه ما تتكلم معه وتعمل بالضبط فهم مستهينين في هالمرحلة نحن نعبون أنه بس طفل وخلاص يلا أكبر عقب بيتعلم فهذه المرحلة جدا حرجة وأساسية وإننا وايد لازم يعني نصب جهدنا عليها لأنهم مثل عجين في يدنا فإحنا نشكلهم مثل ما نبي صح دانا في الختام نصيحة تقدمينها لنا إحنا كأولياء أمور لأنه نقعد مع عيالنا ونلعب معهم مثل هذه الألعاب وبما أننا حين نقول نحنا يوم الأحد قرب العودة للمدارس حتى وخصص لهم بعد الدراسة وقت للعب أنا والله نصيحتي أنه حتى لو نصف ساعة في اليوم تكون هي يعني وقت قيم مع الطفل أقعد معاه أنا عارف احتياج ولدي يعني مثلا ولدي يحب اللعب الخيالي أقعد ألعب معه أعطيه لون الصاعة يعني 20 دقيقة إلى نص صاعة بس مهم أنه أنا أعطي يعني كل طفل من أطفالي وقت قيم أقعد أحاول أطور في هالوقت يعني من مهاراته وأستمتع معاه يعني أكتشف أشياء موجودة عند ولدي كما راح أكتشفها يعني خلال اليوم صح شكرا لك دانا تمامي مبتكرة ألعاب للطفل اللي يعطيك العافية وتمنالك إن شاء الله كل التوفيق شكرا لك مشاهدينا الكرام يعني نسمى قالت دانا حلو أننا إحنا كأمهات وكولياء أمور نخصص وقت معين نلعب فيه مع عياننا وخلوني حين أروح حق حنان وأشوف شنو عندنا يا حنان قبل ما نروح أنا صراحة حب أشكرها صراحة لأن الفكرة جدا جبارة ومحتاجين مثل هذه أصلا المشاريع الحلوة صح شكرا لك دانا تمامي على هذا المشروع الجميل إذن مشاهدينا ومستمعينا نروح إلى أخبار من حول العالم وسفينة النصر البريطاني في ترافلغار مهددة بسبب الحشرات نجت السفينة الحربية HMS Vectory من قذائف مدفعية بحرية نابوليون ومن قنبلة خلال الحرب العالمية الثانية وحتى من مشاريع لتفكيكها غير أنها توجه خطرا فتاكا جديدا مصدره حشرات تهدد هيكلها وتشكل هذه السفينة التي شيدت عام 1759 رمزا للتراث البحري البريطاني وقد توفي الأدميرال نيلسون على متنها خلال معركة الطرف الأغر أو ترافلغار في عام 1805 اشتهرت HMS Vectory بكونها سفينة قيادة الأدميرال نيلسون في معركة ترافلغار عام 1805 وقد نجت من تلك المعركة وكان انتصارا صحقا للأسطول البريطاني لكن اللورد نيلسون توفي على متنها وتخضع HMS Vectory حاليا لعملية تجديد كبيرة وضرورية بعد رصد انتشانا للعفن على جزء كبير من هيكل السفينة الخشبي وقد تسربت مياه الأمطار إليه ووجدت حشرات فتاكة تسمى الخنافس الكبيرة ما تقتات عليه عند هذا الهيكل نحن أمام برنامج ترميم سيستمر 12 عاما بميسانية تبلغ نحو 45 مليون جنيه استرلني إن حجم المشروع كبير للغاية إذ لم يجري إزالة واستبدال هذا الحجم من هيكل السفينة منذ 1814 ويعمل نجارون متخصصون على استبدال أجزاء معينة من الهيكل ثم تقطيتها بعد ذلك بطبقة خارجية جديدة مقاومة للماء سنستخدم ألوحا من خشب البلوت وسنلجأ إلى طرق تقليدية لإعادة السفينة إلى ما كانت علياتنا معركة ترافلغار ونأمل أن نبقي المياه خارجها ويأتي كل عام حوالى 350 ألف شخص إلى جنوب إنجلترا لمعاينة هذه السفينة وهي الوحيدة التي لا تزال موجودة من بين السفن المشاركة في حرب الاستقلال الأمريكية وفي الحروب الثورية الفرنسية وحروب نابليون ومن بريطانيا إلى فرنسا ومع اقتراب افتتاح دورة الألعاب البرلمبية في باريس عبرت شعلة باريس البرلمبية نفق المانش الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا ويتابع على حمل الشعلة 24 رياضيا من بريطانيا في نفق المانش وتم تسليمها إلى 24 رياضيا فرنسيا حملوها إلى فرنسا الجدير بالذكر أن الشعلات الـ 12 ترمز إلى 12 يوما من مدة استمرار دورة الألعاب البرلمبية الصيفية تضم يوم الافتتاح و11 يوما من المنافسات وسيتابع الرياضيون على حمل الشعلات الـ 12 في مناطق فرنسية مختلفة قبل أن تصل أخيرا إلى باريس لإضاءة المرجل في حفل الافتتاح مشاهديننا وحنان بكرا إن شاء الله رح تبتدي دورة الألعاب البرلمبية في باريس وابتينكم وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم نشكركم على طيب المتابعة وسؤال الحلقة القادمة ما هي ذكرياتك مع أول يوم دراسي؟ صحنا صياحة وليوم دراسي نشوفكم بكرا على خير مشاهدين ومستمعين الكرام مع مواضيع فقرات متنوعة من برنامجكم الصباح رباح مع السلامة موسيقى 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 موسيقى